السلام الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين وعلى من اقتفى آثارهم إلى أيام الدين بقجلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانه وتعالى جلجة مصطفى صلى الله عليه وسلم تيجاجف العشايخ الخديم نوغلين دينيو دلين زيارة دلين دوكل سنوغطان نتاي ترجمة نانسي قنقر 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 وخيري فتنا لن أغنق على الطبيق وعنق على الطبيق وعنق على منام لن يتحدث وعنق على طبيقل ولن يتحدث بل العلمية واق عليها زمتنيان نوني كوننوهن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ي skiم يحمي الأخير ان تاخل مساء strategy الله ساب شدق تقول به أليس لابس يحمي الله يادي الله د��가 ألا傾ب الأخير نحن متسける وطاقة ادفعه فطاقة ادفعه أدفعه الخcias وحسب سأحدنا في النهالة التي قلتها إليبرنا فائدة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا للمشاهدة 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 لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين نشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له شهادة بإخلاص في توحيده ونشهد أن صيدنا محمد خلاصته من خلقه ومغتاره من عبيده أما بعد فيا أيها الناس اعلموا وفقنا الله وإياكم أن المصيحة في الدين أوجبها الله تعالى علينا في قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فالنصيحة لله هي الإيمان به وطاعته بالقلب والجوارح والنصيحة لرسوله تصديقه فيما أحبر به فيما أحبر وجاء به واتباع سنته ونسرة دينه والنصيحة لأئمة المسلمين طاعتهم ومعاونتهم على الحق وعمرهم به وإعلامهم بما غفلوا عنه عن أمور المسلمين وحقوق العباد وحقوق عباد الله تعالى والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى ما يصله آخرتهم ودنياهم وتعليمهم بما جهلوه وأما الكتاب فقاله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المهلحون 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الحمد لله الرؤوف الرحيم في الطول الواسع والفضل المدرار العزيز العليم نشهد أن لا إله إلا الله العزيز العطاء ونشهد أن سيدنا محمدا رسوله روضة المعارف ومنبع الأنواع أما بعضها أيها الناس ففي الآية التي أصلحنا ذكرها وحديث نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بيان الإيجاب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحديث نبينا المصطفى وبهما في جميع الأوقات يتجدد الدين وتحياء الشريعة وتنتعيش وحديث نبينا المصطفى ويحصل اتحاد المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم تقربوا إلى الله ببعض أهل المعاصي وألقوهم وألقوهم بوجوه المكفهرة والتمسوا رب الله بسختهم وتقربوا إلى الله بالتباعد عنهم ومن حق كل من ينصط إليه أن ينتفع بوعوه وينفع بما سأبه وأن يحترس من اتباع الحواء في جميع أقواله وأفعاله وأحواله نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرتك وحسن الخاتمة بخديم طاحا عليهم الصلاة آمين يحر الله لنا ولكم الله أكبر الله أكبر أسحب أن لا إله إلا الله أسحب أن محمد رسول الله هيا على السلاة أي على الملاه قد قامت صلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعرض وإياك نستعين إهدنا الصلاة المستقيم صلاة الليل أعمنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يصبح لله مع في السماوات وفي الأرض وفي القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعد حيل الميين رسولا منهم يتبع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل له ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يوتي من يشاء الله ذو القدر العظيم مهل الذين قملوا التورية ثم لن يحملوها كمهل الحمار يحمل أسفارا ليس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يأتي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن سعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس وتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبداً بما خدمت إيه والله عليهم بالظالمين قل إن الموت الذين تفرون منه فإنه ملا فيكم هما تردون إلى علم العيد والشهادة فإن نبيكم بما كنتم تعالون يَا أَيُّهَا قُلْ مَعَندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهِ مِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَاشِقِينَ اللَّهِ أَكْبَرْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ حَبَرَيْهُ اللَّهُ أَكْبَرْ 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 الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك ينتين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراق المستقيم شراق اللهم عممت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قلت اكحذيها غاسية وجوه يومين فاشعة ماملة ماسبة تصلى مارا حاميطا تسقين عيني ليس لهم طعا من الليل مريع لا اسم ولا يعني وجوه يوم إذا مرحلة لسعيها راضية في جنة آلية لا تصنوا فيها لاعية فيها عين جارية فيها سرهم مرضوعة وأكبرهم مرضوعة ونمارف مصفوفة وزرع به يوم شوزة أفلا ينظر وميها لبلك وفلقت وإلى السماء كيف ربعت وإلى الجبال كيف مصفت وإلى الأرض كيف ستحر أكرنا أنتم ذكر لست عليهم بمسيطر إن الله من تغليقها فيعذبوا اللههم عليهم أكبر إن إلينا إلا أعبهم هم إلا علينا إسابهم الله أكبر سمع الله هبنا لك الحق الله أكبر 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 السلام عليكم 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 السلام عليكم